التحديات وصعوبات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما قلت لك عملت جميع الاستعدادات التحدي هو نسبة المشارك نسبة مشاركة الناخبين وتوجههم إلى صندوق الاقتراع نأملوا على ثقتنا كبيرة إن شاء الله في الناخبين باش يتوجهوا يوم 17 ديسمبر إلى صندوق الاقتراع كما تعرفوا الانتخابات هذه مسؤولية ومسؤولية الناخب باش يختار غدوة المترشحين اللي باش يمثلوه في البرلمان هذا التحدي الكبير التحدي الكبير هو إن شاء الله يا ربي نأملوا أنه يكون نسبة المشاركة محترمة هذا كلام ما عنده حتى أساس واقعي الهيئة منذ انطلقت في عملها الديدانوها الوحيد هو تطبيق القانون والبقاء بنفس المسافة بين جميع الأطراف مجتمع مدني مترشحين ناخبين الهيئة مهمتها تقنية إدارية تعديلية تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا ندخل في اللعبة السياسية الهدف متاعنا هو تطبيق القانون وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافة هو الخلاف اللي صار ما بين الهيئة العلية المستقلة للانتخابات والهيئة العلية المستقلة للسماعي للأعلام السماعي البصري هو خلاف قانوني على اعتبار أنه تغطية الحملة الانتخابية من طرف وسائل السماعي البصري يكون في إطار قرار مشترك لم نتوصل إلى إمضاء القرار المشترك هذا الهيئة المؤتمنة على مواصلة المسار الانتخابي تحملنا مسؤوليتنا وأحدثنا خلية صلب الهيئة لرقابة الحملة الانتخابية في المجال السماعي البصري لجنة الرصد تقوم بعملها في كنف القانون بموجب القرار الترتيبي عدد 31 بلغنا أنه هيئة الاتصال السماعي البصري قامت بقضية لدى المحكمة الإدارية جاوبنا عملنا الردود امتاعنا في خصوص القضية هذه نتوقع أنه سيصدر قريبا جدا قرار صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذه المسألة هو السياسيين من حقهم أنهم يقولوا ما يريدون هذا في إطار حرية التعبير وحرية التعبير مكفولة بالدستور ولكن الكلام مجرد ما عنده حتى أساس واقعي ولا قانوني على اعتبار أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة بحكم تركيبتها باعتبار أنه رئيس الجمهورية قام بتسمية أعضاء الهيئة عن طريق الترشيح وليس تعيين خلافا لبرشة الناس مغلطات نسمع فيها أنه هذه هيئة منصبة معينة من طرف رئيس الجمهورية هذا كلام لا أساس له من الصحة على اعتبار أنه صحيح نحن تم تسميتنا تسميتنا أقول تسميتنا هوي ستعييننا تم تسميتنا من طرف رئيس الجمهورية ولكن بناء على ترشيحات وبالتالي رئيس الجمهورية اختارها من بين الترشيحات يأما من مجالس قضائية علية للمتعرفوا عفما قاضي إداري وقاضي عدلي وقاضي مالي المجالس العلية للقضاء هي التي رشحت الأعضاء وكذلك بالنسبة للعضو في اختصاصه في المنظومات المعلوماتية وكذلك اختار من بين الرئيس الهيئة اليوم وعضوين من بين أعضاء سابقين في الهيئات السابقة وبالتالي مثلا ما اشتعيين نراه هو تسمية واختارهم رئيس الجمهورية هو لاحظنا في الأيام القليلة هذه خلال الحملة الانتخابية لاحظنا أنه فما أطراف خليني نقول المترشحين فما مقاطع فيديوهات فما صور في الحملة الانتخابية هذه أقل ما يقال فيها هي غير أخلاقية وغير قانونية وتهدف إلى ترذيل الحملة الانتخابية والمساس من مصداقية الحملة الانتخابية الحاجة نقول أن الهيئة عن طريق وحدات الرصد متاحها تفطنت للحملة الممنهجة التي تهدف إلى المساس من استقلالية مش من استقلالية من مصداقية الحملة الانتخابية على كل حال تم تدويد محاضر في هذه المسألة وحدات الرصد متاعنا ثبتت في الفيديوهات هذه تفطننا أنه فما ديباش سبونسوريزي لهما يوجهوا في الناخبين في اتجاه ترذيل الحملة وتم تحيين تحرير محاضر تم إحالتها على الإدارة المركزية لشؤون القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه الإدارة سوف تقترح الإجراءات التي يجب اتخاذها ومن ثم اقتراحات الإدارة المركزية للشؤون القانونية سوف يتم رفعها إلى مجلس الهيئة ومجلس الهيئة سوف يتخذ الترتيبات القانونية التي يراها مناسبة أثناء الإعلان على نتائج الانتخابات صحيح هو تعرف أنه نحن نقوم ديما نحاوله كهيئة عليا مستقلة للانتخابات وهذا دورنا نقوم بحملة تحسيسية حملة تحسيسية من أجل تشجيع المواطنين على التوجه لصندوق الاقتراع يوم 17 ديسمبر من أجل الإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع المجهودات التي تقوم بها الهيئة تقابلها مجهودات أخرى من أطراف أخرى تهدف إلى ضرب كما قلت لك وهذا ثابت من الإباجة في الفيسبوك وثابت من أعمال غير أخلاقية قاعدين يقوموا بها حتى على الميدان حتى على الأنشطة الميدانية ثابتنا وفيما رأيوا تقارير رفعوها أعوان الرقابة خاصة رقابحة على الحملة الانتخابية هذه كلها علينا أثباتات ولكن الهيئة تقوم دورها من أجل تحسيس المواطنين تشوفوا اليوم في الشاج يربان هؤلاء قاعدين تشوفوا اليوم أنهم قاعدين نحفزوا في الناخبين من أجل التوجه لصندوق الاقتراع على كل حال الهيئة تقوم دورها في الحملة التحسيسية الأطراف التي لا تحب الانتخابات وتقاطع الانتخابات تقوم بدورها كذلك من أجل أنه لا تنجحوش في الحملة الانتخابية ولكن نعمل على ثقافة المواطن نعمل على مسؤولية المواطن نعمل على ذكاء المواطن أنه يتوجه لصندوق الاقتراع بكثافة يوم الاقتراع يوم 17 ديسمبر ويدلي بصوته في صندوق الاقتراع ويختار المترشحين نقول ونأكد يختار المترشح الجدي أو الحاجة في برنامجه الانتخابي وفي أمانته اللي غدوة بش يمثل الشعب التونسي أحسن تمثيل في البرلمان يظهر لي أحنا في تونس تونس بلد الاستقلال قطعنا أشواط كبيرة ياسر من المسائل هذه لا عرشية ولا قبلية اليوم الشعب التونسي شعب موحد والدولة التونسية من منذ ستة وخمسين الدولة المستقلة منذ ستة وخمسين عملت على أنها تتجاوز المسألة العرشية ومسألة القبلية هذه ويظهر لي اليوم أحنا في 2022 مش من المقبول ومش من المعقول أنه اليوم بش نحكيه على العرشية ولا قبلية شكرا